اشتركوا في القناة لا لحفظ الألفية وغيرها تحتاج إلى أمرين مهمين أحدهما الحفظ بالطريقة المناسبة لملكتك واستعدادك ولا تكلف نفسك فوق طاقتها فحفظك للشيء القليل مع التكرار والاستمرار خير من حفظ الكثير مع الانقطاع ثم الترك وكل من سار على الدرب وصل الثاني أن يكون لديك رغبة في حفظ ما تريد حفظه فإن لم يكن لديك رغبة فابحث عن مثل آخر أو كتاب آخر تحفظه أو تديم النظر إليه حتى تفهمه ومن فهم فقد حفظ ولا يجوز قهر النفس على حفظ ما لا تحب وللمجمع حلقات منتظمة في شرح الألفية شرحا موجزا تنشر تباعا على قناته عنوانها نثر الألفية لعلك تجد فيها ما يعينك على فهم ما تحفظ وبالله التوفيق